يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة الحديث عن الهجرة حقيقة حديث له شجون والحديث عن الهجرة التي هي حركة قد تكون حركة اذطرارية مؤلمة وقد تكون حركة اذطرارية أيضا يعني مؤلمة أيضا أو حتى تكون اختيارية نعم قصد أن تكون اختيارية مؤلمة لأن فيها فراق الأحباب والأصحاب والوالدين وقد تكون إلزامية مؤلمة في ذلك أيضا والنبي عليه الصلاة والسلام رغم أنه من مكة وهو وادا غير ذي زرع أرض ليست ذات تلال ولا ذات جنات لكن كان يشده الحنين إليها وكان يقول والله إنك لا أحب أرض الله إلى قلبي ولولا أن أهلك أخرجوني منك لا خرجت ولكن رغم هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر هاجر لمشروع وهاجر لدعوة ورغم هذا لما توفي لم نجد أنه أوصى بأن يدفن في مكة وحتى بعد فتحها لم تثبت لنا السير أنه رجع وأقام في مكة رغم هذا الحنين بعد حركة الغربة بقيت أن المشاريع مستمرة والتنقلات مستمرة الهجرة حقيقة هي خروج من الوطن ولكن الأثر يعود إلى أوطاننا والنفع منا يعود إلى أوطاننا والهجرة فيها تغيير ففي الناس أبدال والهجرة فيها مشقة فطلب العلم ليس بالمهمة السهلة وطلب الرزق ليس بالشيء الهيين اليسير وطلب النجاح في المشاريع والدعوة إلى الله لا تؤتى بالراحات وبالتالي تحتاج إلى تضحية ومن هذه التضحيات الهجرة فهذه آيات حقيقة تدل على رحابة الأرض وسعتها وهو ما تفضلت به من أن الإنسان يحن إلى الأرض التي نشأ فيها ما نسميه الوطن موطننا كلنا يحن إلى تلك الأرض وتلك الحقبة الزمنية لكن الحقيقة الله سبحانه وتعالى يخبرنا بأن الأرض بالنسبة له سواء المهم أين تتوفر الحرية التي تكفل لك أن تعبد الله دون أن تكره على غير ذلك يعني حرية المعتقد وحرية العبادة إذا فقدتهما في أي مكان مهما كان عزيزا عليك فلا قيمة للحياة فيه في هذه الآيات كما ذكرتم تأسيس أو تذكير بفطرية حب الأرض وحب الوطن ولله در الشعر عندما قال يعز على الإنسان مسقط رأسه ولو كان قفرا لا يرد به صدى لو كان صحراء يعز على الإنسان مسقط رأسه لافت أن الله تبارك وتعالى في كتابه ساوى بين قتل النفس والإخراج من الديار ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم أو هنا للمساواة وهو سوى بين الأمرين فالإخراج من الديار أو حتى الخروج منها أمر شاق على النفس ليس وفي المخرى كمان وإذا أخذنا مثالكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم لكن هنا القرآن يضعنا أمام الأولويات إذا استطاع الإنسان أن يقيم دينه في أرضه فليتشبث بأرضه وليتمسك بها لكن عندما يضيق عليه فيحارب في دينه ولا يجد سبيلا على الإطلاق إذا بقي فإنه سيفتن في دينه سيترك دينه الدين في حياة المسلم أولا وإذا فضل الحفاظ على دينه مقابل ترك أرضه فإن الله عز وجل يضمن له أن يستخلفه على هذه الأرض قريبا فيحفظ عليه دينه ويعيد له أرضه ولكن إذا ضحى بدينه تحت عنوان أنني أريد أن أتشبث بأرضي فإنه سيفقد دينه وسيفقد أرضه إنه الذين توفهم الملايكة الظالمي أنفسهم لذلك بنشوف النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام كان ماضحا ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت منك أبدا النبي لا يريد أن يغادر مكة بقي 13 سنة حتى ضيق عليه فترة التضييق بدأت من السنة العاشرة للبعثة مش التضييق عفوا ذروة التضييق انسداد الأفق انسداد الأبواب السنة العاشرة للبعثة لما توفيت خديجة وتوفي أبو طالب أمو الحزن وكانت بعد ذلك الهجرة إلى الطائف ثم بعد ذلك سدت هذه أبواب سدت تماما لم يكن هناك مجال على الإطلاق لا لإقامة الدين ولا إلى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى مع الاستمرار في مكة فكان بين خيارين إما أن يضحي بالدعوة والدين وإما أن يضحي بالأرض فاختار النبي صلى الله عليه وسلم تمسكه بالدين فذهب إلى المدينة فأقام فيها بضع سنوات فعاد إلى مكة فاتحة ولو أنه ضحى بدينه مقابل بقائه لأهدرت كرامته ولا ما بقي له من الحرية أو من الإمكانات شيء لذلك الإنسان عندما يخير بين دينه وبين أي شيء آخر في الدنيا من متاع الدنيا يجب أن تكون الصورة عنده واضحة ديني تمسكي بعقيدتي تمسكي بمبادئي هو الأولى وهو الأول من ضحى بأي شيء لأجل دينه حفظ الله عليه دينه ورد عليه ما ضحى به ولكن من ضحى بأي شيء من الدنيا من ضحى بأي شيء من دينه لأجل أي شيء من الدنيا ضاع عليه دينه وضاعت عليه الدنيا أنا أريد أن أتساوق معكم في الحديث عن الهجرة والخط الرئيس في الآيات لكن يستوقفني قول الله عز وجل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة واسعة ليس المقصود بها فقط سعة الأرجاء وإنما المقصود بها سعة الأرجاء والأرزاق والموارد ونظرة الإسلام للأرض وما فيها من المقدرات قائمة على فكرة الوفرة أن الله سبحانه وتعالى حين خلق هذه الأرض كما قال ربنا وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائل فما في الأرض من الموارد وما فيها من المقدرات التي قدرها الله يكفي أهلها جميعا ولا يستدعي أن يتقاتل الناس حتى يستأثروا بهذه الثروات وهذه الخيرات وهذه الآية بدلالة إشارتها أراها نسفا لنظرية الندرة التي قامت عليها الفكرة المادية المعاصرة أو الماركس وما طرحه لأنه سمت فلسفة أنشئت عليها حضارة كاملة مادية تقول إنه ما في الأرض من الموارد لا يكفي أهله وأن في الموارد ندرة وفي الناس كثرة وأنه لا بد من الهيمنة والسيطرة وإدارة الصراعات بحيث أنه الغالب هو الذي يستأثر به الثروات النادرة القليلة التي لا تكفي كل البشر القرآن الكريم لا يربينا على نظرية الندرة ولا على فكرة الصراع والاستئفار ولا على حب الهيمنة على المقدرات والموارد ولا يربينا على أن الأرض لا تكفي أهلها إنما يقول إن أرضي واسعة يقول وبارك فيها وقدر فيها أقواتها ثم يقول في أربعة أيام سواء لإباءة للسائلين لكل الطالبين السائلين هنا أمسائل الرزق فكل المحتاجين إلى الأرزاق من البشر ومن الطير ومن الحيوان ومن النبات لهم أرزاق مقدرة مستودعتهم في هذه الأرض فلا يتحولوا وهما الندرة إلى مشروع صراع بشر يأكل الأخضر واليابس ويتحول إلى حروب عالمية حروب على السروات حروب قديما على مراكز الثروة المعادن والمش عارف إيه والآن حروب على النفط والطاقة وربما حروب على المياه تحولت الحياة البشرية إلى دوائر صراع لا تنتعي بس هذا الكلام اللي تفضلت به كله صحيح فيما يتعلق بالموارد لكن أنا بتهيأ لي معنى واسع هنا هو يقابل معنى الضيق في وطن المرء إذا ضيق عليه في عقيدته وعبادته فهي معنوية أكثر من همدية يا سيدي الله تبارك أنا مع هذا المعنى إذا أنت خرجت وتركت المكان الذي ضيق عليك فيه ستجد في مكان آخر سعة لا أخلف على أن هذا المعنى الأصدر لكن أقول ومما يستفاد من الآية بدلالة إشارتها مفهوم السعر على إطلاق شوف الله تبارك وتعالى لما تحدث عن الثلاثة الذين خلفوا هم كانوا في المدينة وما كانوا مسجونين وما كانوا محبوسين كانوا معاقبين بس عقوبة يعني نادرة مقاطعة أن الأمة كلها ولا واحد يسلم عليهم وليك يحكي بعض كلمة والمسلمون كلهم ملتزمون خمسين يوم وينزل الله تعالى في وصف حالهم ضاقت عليهم ضاقت عليهم أرض بمرحبة ضاقت عليهم أنفسهم فالأرض بمرحبة تضيق على الإنسان عندما لا يجد قدرة على التعبير هي حالة نفسية تماما لا يجد قدرة على التعبير لا يجد قدرة على الحديث لا يجد قدرة على قول كلمة تصور اليوم أوطاننا يا رجل والله شيء يدمي القلب أوطاننا تضيق علينا وهي أوسع الأوطان على الإطلاق تضيق علينا لماذا؟ لأن الجالسين على الكراسي لا يحتملون أن يسمعوا كلمة صور الآن في بعض البلدان العربية يستخدمون أحدث التقنيات لرصد الهواتف وأجهزة الحاسوب الخاصة بالأشخاص لمعرفة ماذا يغردون في تويتر وماذا يكتبون في فيسبوك وينفقون على ذلك مليارات ويستدعونهم للتحقيق ويسجنونهم ويعذبونهم وقد يموتوا تحت التعذيب بسبب كلمة والله وفي الوقت نفسه يعني لو عملوا هيك والشعوب عايشة في بحبوحة وعايشة في أمان لا الشعوب يعني مع هذه المليارات التي تتونفق للتجسس علينا وشعوبنا تعيش جوعا فوق جوع فقر فساد فقدان للأمن إذن يعني اليوم لو سألت أي مواطن عايش في بلد فسيح سيقول لك أنه ضاقت عليه الأرض بما رحضت وضاقت عليه نفسه هي هذه الآية أظن هي آية تدعو إلى الحركة إلى ضد السكون إلى رفض الواقع الذي يراد أن تقع فيه وهو واقع التذيغ وهو واقع الإغلاق وهو واقع أن لا تمارس حقوقك الفطرية وبالتالي هي آية وكأنه تعطيك حل بساطة أرضي واسعة يعني لماذا أنت تتمسك بهذا الواقع الذي أنت الآن ضحية له ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث يقول من فر بدينه من أرض إلى أرض ولو قيد شبر استوجب الجنة يعني بشر المهاجر بدار أبدية في الخلوط ولكن توجد أنواع أخرى من الهجرة وهي هجرة اختيارية كهجرة طلب العلم وأتم تعرفون أثر السفر وأثر التحرك في رواية الحديث وفي حفظ السنة وفي التتلمذ وغير ذلك هذه أيضا يجب أن لا نغفل عنها وأيضا الحركة لأجل طلب الرزق قد تكون في البلد فيه كامل الحرية الدينية ولكن المسلم ضاقت فرص العمل وبالتالي يتحرك بحثا عن الرزق وبالتالي بحثا عن السعة الموجودة في الأرض يعني إذا أردنا نتحدث عن الهجرة فأتصور أن القرآن الكريم ضرب لنا مثالا عظيما لواحد ربما يكون أعظم المهاجرين في التاريخ هو سيدنا إبراهيم عليه السلام إبراهيم الذي بدأ حياته وولد في أرض الكنعانيين في العراق وانتهى الأمر فيها بعد سنوات من الدعوة بزل فيها إبراهيم كل ما يستطيع أن يبزله داعية إلى أن ألقي في النار ربما كان أول المهاجرين على فكرة نعم ما من نبي إلا هاجر حتى من كانوا قبل إبراهيم عليه السلام أو المهاجرين آدم عليه السلام هاجروا من الجنة إلى الأرض لكن الهجرة متوارسة بين كل الأنبياء لكن تخيل معي خط الحياة الإبراهيمية الآن يؤمر إبراهيم بالخروج من العراق فيذهب إلى جوالها إلى بلاد الشام ولم يكن سمت عمران على النحو المعهود الآن في بلاد الشام كانت أكثرها صحراء ويقول المؤرخون إن إبراهيم عليه السلام أسس كثيرا من مواطن العمران في هذه البلد يذهب وزوجه سارة معه فيحفر بئرا ويبني بيتا فيجتمع الناس ويتوافدون فيدعوهم إلى الله فيؤمنون فيترق لهم الزرعة والضرعة والبيت ويحمل عصاه على كتفه ويذهب إلى مكان آخر يضرب في بطون الصحراء وزوجه معه حتى يصل إلى مصر مطوفا ببلاد الشام ويكون له في مصر ما علمنا من الشأن يمنع من دخوله يقبض عليه على الحدود ويقدم إلى محاكمة والملك بنفسه أو الفرعون بنفسه والذي يجري المحاكمة وتنتهي بأنه يمنحه هدية لكن يحضر عليه دخول مصر مطلقا ويقول له نحن نعدها لك المراضي ونعطيك الزادة والهدايا وكذا لكن إذا عدت إلينا لن تخرج منها لا نريد أنبياء ويمضي إبراهيم عليه السلام في هجرته من مصر عودا إلى بلاد الشام ثم منها إلى أرض الحجاز مع هاجر ومن الحجاز إلى الشام ومن الشام إلى الحجاز في رحلات متكررة ويقضي إبراهيم حياته كلها وزوجه سارة ضاربين في بطون الصحراء ما عرف وطنا أقام فيه ولا عرف قوما انتسب إليهم انتسابا كاملا لذلك عوض الله سبحانه وتعالى إبراهيم عن هذا كله فأضفى عليه لقبا لم يضفه على غيره واتخذ الله إبراهيم خليلا كأنما يقول له يا إبراهيم خلة الله تغنيك عن خلة البشر وصحبة الله معيته تغنيك عن صحبة البشر وفي الله عوض من الأوطان والأقوام وتنتهي الرحلة الإبراهيمية في المحطة الأخيرة بإقامة البيت في الحجاز وكأنك تقول إن حياة إبراهيم كانت بين فعلي في مبتدأ حياته هدم أول بيت للشرك يوضي على الأرض وفي مختتم حياته أقام أول بيت للتوحيد على الأرض فإبراهيم بدأ الرحلة والشرك مؤسسة والتوحيد غائب وختم حياته والتوحيد مؤسسة باقية إلى يوم القيامة وقد غيب الله الشرك على يد إبراهيم وزريته من بعده وأكرمه الله فظلت النبوة في نسله في الفرع الإسحاقي قل أنبياء بني إسرائيل وفي فرع إسماعيل هذه الأمة المحمدة التي كانت دعوة إبراهيم وهو الذي سماها وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا ذريتنا هنا يعني ذريات إبراهيم وإسماعيل حصر هذه الدعوة في نسل إسماعيل ومن ذريتنا أمة مسلمة لك هذه الأمة يا دعوة سيدنا إبراهيم وبركته لذلك قال الله تعالى هو أي إبراهيم سماكم المسلمين من قبل فلكل مسلم في إبراهيم أسوى ما حدش فينا تبقى هجرته بقسوة الهجرة الإبراهيم ومع ذلك في البداية تردد المسلمون أو بعض المسلمين من الهجرة خافوا بعضهم خاف أن يلقى حتفه مثلا وهذا يفسر قوله تعالى كل نفس دائقة الموت يعني أنت حتموته حتموته أعدت بلادك والله إبراهيم فلماذا تبقونا تحت الاضطهاد والتنكيل والتقييد هو للأمانة الموت في الغربة صعب لذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل من مات غريبا في زمرة الشهداء من مات غريبا عن أرضه ودياره في رواية قيسة له من موضع مولده إلى موضع موته في الجن تماما يعني لأنه فعلا في صعوبة يعني أن يشعر الإنسان بصعوبة أنه مفارق لأهله مفارق لأهله مفارق صعوبة عليه وصعوبة على أهله وصعوبة على أقاربه يعني فلذلك جاء هذا التذكير بأن كل نفس ذائقة الموت في النهاية كل الجميع سيحن لا تفكروا في قضية الموت تفكروا في أن هذه الأرض واسعة ومهمتكم أن تنتشروا في هذه الأرض مهمتكم أن تقيموا دين الله تبارك وتعالى وحيثما وصلتم بإمكانكم أن تفعلوا ذلك حيثما أقامك الله عليك أن تزهر وتثمر وعليك أن تنتج وعليك أن تمارس دورك ممارسة الإنسان مهمته في إعمار هذه الأرض ليست مقترناة لا بوطن محدد ولا بأرض محددة شعور الإنسان أنه حيثما حل حيثما حل يستطيع أن يبذر خيرا وأنه كالغيث حيثما نزل نفع وأينما نزل نفع شعوره بهذه الإيجابية هو الذي يهون عليه غربته وهو الذي يهون عليه مفارقته للديار وأنسه بالله تبارك وتعالى ثم ذكرهم بأن الرزق على الله الله يرزقهم يعني إذا خايفين أنتوا إذا انتقلتم من هذا المكان إلى مكان آخر أن تفقدوا مكاسب وتركتم الأموال وتركتم المناصب وتركتم الأرض وتركتم العائلة ففي الله يعوض فالله متكفل برزقكم في السنة النبوية ونحن نتكلم عن هجرات الأنبياء نذكر هجرة النبي عليه الصلاة والسلام ويجب أن نستلهم منها بعض المعالم التي تنور هجرتنا أو غربتنا في السنة النبوية أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أحد الشباب اسمه أصيل فقال له كيف وجدت مكة يا أصيل فبدأ يحدثه عن مائها وهوائها فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ويحكى لا تبكنا دعي القلوب تقر قرارها أي أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة يؤثر فيه أخبار بلدته أخبار وطنه لا تهيج سواكننا فهذا يعني فطرة طبيعية أنه عاش فيها خمسين عاما نعم وفيها طفولته وذكرياته وقرابته وأصحابه وفيها ذكر عبد الله وعبد المطلب يعني فيها كل تاريخه صلى الله عليه وسلم وفيها زوجته الأولى وفيها حبيبته يعني في ذكريات الإنسان في الوطن ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر لم ينسلخ عن وطنه وهذا الشيء المهم الذي يجب أن يكون عند كل مهاجر فرق بين أن تغترب وتهاجر فرق بين أن تنسلخ عن وطنك الأصلي النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة وعينه على مكة وأخبار مكة ودعوة أهل مكة ورجع إليها فاتحا بعد سنوات قليلة يعني جعلها ضمن رأس مشروعه الاستراتيجي قبل أن يتوجه لفتوحات الشام وغير ذلك رجع إلى مكة ثم أن هذه الهجرة هي هجرة نفعية فالنبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر نقل معه الخير وعلينا أن نحمل الخير إلى أماكن التي نهاجر إليها ولا نعتبر أنفسنا غرباء وأن هؤلاء يسوا أقوامنا ولا مفهوم اللاجئين أن ننتفع فحسب بل نحمل الخير لهذه الأرض وبالتالي الهجرة النبوية يعني تعلمنا أنه عندما تكون صاحب رسالة ومشروع أنت أكبر من رقعة جغرافية خرجت منها وأكبر من رقعة جغرافية انتقلت إليها وأعظم وطن هو الجنة كما ذكرت قبل قليل التي هاجر منها أبونا الأول آدم ونسأل الله أن يرجعنا إلى وطننا القصر سأذكر شيئا متعلقا بالهجرة إلى الحبشة أنا أعتقد أن من أعظم الهجرات التي نحتاج إلى التوقف عندها كثيرا هجرة المسلمين إلى الحبشة سواء كانت الهجرة الأولى أو الثانية أنا أختلف كثيرا مع عموم ما يقال ويكتب بأن السبب الهجرة كان هو اضطهاد قريش للمسلمين في مكة هذا كان السبب الأقل سد ورد نصا تواني يا سيدي يعني هو ورد نصا في كتب السيار تفسيرا لم يرد نصا على لكن لما نروح باتجاه الهجرة النبوية حدثت في السنة الرابعة للباسة الهجرة إلى الحبشة أعفوا نعم السنة الرابعة للباسة خط سير هم كان فيه هجرتين آآ الهجرة الأولى على مرحلتين مع بداية الجهر بالدعوة خط سير تعذيب قريش لمكة للمسلمين نجد أن قريش انتهجت سياسة قريش بالمناسبة الذي يدرس طريقة تعاملها مع المسلمين يعلم جيد أن أنا لم تكن تتعامل بعشوائية ولم تكن تمارس التوحش المباشر السريع لا لا هي تدرجت بشكل كبير في بداية المرحلة وربما أول ثلاث سنوات بعد الجهر بالدعوة قريش لم تكن تستهدف بالتعذيب أحدا إلا الأرقاء والخدم والضعفاء وكانت تتجنب تجنبا تاما أن تعذب أحدا له عشيرة أو له عائلة أو أحدا من بني هاشم كانت تتجنب أو من غيرهم من العائلات لذلك نشوف بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما تعرض لتعذيب جسدي مباشر في البداية حتى أبو بكر حتى عمر حتى عثمان رضي الله عنه وأرضاه ما تعرضوا لتعذيب جسدي مباشر نادى مشرك فقال ويحكم فإنهم من غفاء لأنهم كانوا حريصين أن لا يؤلبوا القبائل في البداية وبقي هذا السنوات في الفترة التي حدثت فيها الهجرة إلى الحبشة ما كان في تعذيب إلا لشريح تتبعت أسماء الذين هاجروا إلى الحبشة أكثرهم من السادة كلهم من السادة أكثرهم من السادة أكثرهم من طبقة السادة الذين لم يكن يقعوا في حقهم التعذيب قل قليل منهم الذين مرسوا التعذيب بل إن الذين كانوا يعانون من التعذيب المباشر بقوا في مكة بلالوا صهيب وخباب بقوا في مكة طيب ما الهدف من ذلك أنا أعتقد أن هذا يمثل حالة استراتيجية كان ينظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم من البداية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبحث عن آفاق جديدة عن بيئات جديدة للدعوة إلى الله تبارك وتعالى والدعوة إلى الإسلام هم ذهبوا مظلومين لأنه ضيق عليهم في دعوتهم لكن السبب الأساسي أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يفتح بلادا جديدة وأعطيك ما يؤكد ذلك أن الأصل لو كانت القضية هي قضية مجرد مأوى الأصل أن يتركوا الحبشة ويذهبوا مباشرة إلى المدينة متى؟ بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ينتفي سبب وجودهم بينما هذا لم يحدث بقوا الذين غالبوا الذين ذهبوا إلى الحبشة بقوا حتى أن جعفر الذي كان ناطقا رسميا باسمهم ومن يمكن أن نسمي رئيس الجالية الإسلامية في الحبشة بقي في الحبشة إلى السنة السابعة للهجرة جاء بعد خيبر وقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعانقه يقول لست أدري بأيهما أسر بفتح خيبر أم بقدوم جعفر شوف هذه الأعتبارات التي تفضلت لها اعتبارات واردة وصحيحة لكن لا تنفي أن حتى الذين هاجروا وإن كانوا من السادة كانت أجواء مكة مضيقة يعني بدأ التضيق عليهم هم لم يفروا من التعذيب بقدر ما فروا من التضيق نعم هذه قضية قضية الأخرى أن تأخرهم في الحبشة يعني لا أنفي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لربما كانت لديه رؤية استراتيجية وأنه ربما أريد كما شرحت توسيع الآفاق لكن عدم تعجلهم بمغادرة الحبشة نعم إلى المدينة السبب أن السنوات الأولى بعد الهجرة إلى المدينة كانت سنوات صراع لربما المسلمون كانوا يحتاجون إلى أن يصلوا إلى المرحلة التي يقولون فيها لقد استثبى الأمر لنا واستقر الوضع فهلما تعالوا كانوا في الحبشة في وضع مستقر ومؤمنين بينما في المدينة شهدت خلال السنوات الأولى سلسلة من الحروب والصراعات في ظني أنه كان على المستوى الاستراتيجي مهما أن يكون للإسلام أكثر من قاعدة حتى لو كانت الدولة المركزية في المدينة وإلا فإن إسلام النجاشي أعطى للمسلمين مبكرا وضعية يعني تجعل من الحبشة قاعدة ثانية حتى إنه في رواية يرويها سيدنا جعفر أنه دخل على النجاشي فوجده جالسا على الأرض وعليه خلقان من الثياب على غير عادة الملوك يلبس ثياب متواضع ويجلس على الأرض فسأله يعني لماذا تلبس هكذا ولماذا تجلس هكذا فقال إن عيلا لنا أتانا بالبشرة أن الله عز وجل قد نصر نبيه على قريش في بدر وإن من أدبنا أنه إذا أحدث الله لنا نعمة أحدثنا له تواضعا وقد أحدث لي الله من نصر نبيه ما سمعت فأحدثت له من التواضع ما رأيت لكن أنا أريد أن أطرح سؤالا آخر في اليوم الأول للإسلام عندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم صحبة أمنا خديجة إلى ورقة بن نوفي وأدار الحوار الذي نعرفه جميعا قال له ورقة ليتني أكون فيها جزعة أي قويا متماسكا حين يخرجك قومك قال أو مخرجية هم هذا عجيب عجيب جدا لأن محمد وابن عبد الله بن عبد المطالب بن هاشم بن عبد مناف ابن قصي بن كلاب هؤلاء سادة قريش الذين اجتمعت عليه عبد المطالب وهاشم وعبد مناف وقصي أربع متتابعون من أجداد النبي اجتمعت قريش بكل بطونها لهم بالسيادة بل إن قصي بن كلاب هو الذي جمع قريشا واسترد بهم مكة من خزاع التي كانت احتلتها خمسة قرون فقريش تدين العرب كلها تدين قريش بالأخص تدين لبني هاشم فأخرج أنا منهم بهذا الحسب هذا غير معقول أما أنا فيه شخصي فالصادق الأمين ليس هناك أي احتمال لن يخرجوني فقال له ورقة ما من رجل جاء بمثل ما جئت به إلا أخرج أو قوم هذه السنة هذه قاعدة قانون وأنا تأملت لماذا لماذا يخرج كل الأنبياء وما اهتديت إلى جواب إلا أن الله سبحانه وتعالى أراد أن ينزه دعوات الأنبياء على أن تنسب إلى قوميات أو إلى أوطان أو إلى قبائل أراد الله سبحانه وتعالى أراد أن لا يقال محمد القراشي القراشي ولا محمد الهاشمي فتنسب دعواته إلى قبيلته وأراد أن لا يقال عيسى الفلسطيني والموسى الإسرائيلي فنزه الأنبياء عليه السلام ودعواته مرتقى بهم وبدعواتهم فوق مستوى القطرية وفوق مستوى القبلية وفوق مستوى العصبية وأراد أن يقول أن الدعوة دعوة أي نبي من الأنبياء انتشرت وانتصرت لقوتها في ذاتها لا لعصبية قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم ساد الجزيرة العربية وفي مكة لقال التاريخ ظلما وزورا إنه ساد بعصبية القريش ولو أن قومه تابعوا من البداية لقالوا لنا الآن وصدعوا رؤوسنا إنما انتشر دينكم بحكم قانون القبلية الذي كان سائدا ولولا ذلك ما انتشر فأراد الله أن يسقط كل هذه الرايات ويرفع راية الدين الخالصة ويرد الانتشار والانتصار إلى ذات الدين وإلى ما فيه من عناصر القوة لا إلى القبلية سمح لي أضيف عنصر لما تفضلت به قد يكون إضافي أو بديل يمكن مش بديل لو ماله الحسم كان لا مفر منه بين فئتين فئة موحدة تريد أن تقيم منهجا جديدا مرجعه الوحي وفئة مصرة على ما ورثته من الأباء والأجناد تعبد الأصنام وترتكب كل أنواع الموبيقات لا يمكن أن يحصل الحسم ضمن نفس النطاق الاجتماعي والجغرافي تحصل فتنة التمايز المكاني لابد أن يسبق عملية الحسم بين حملت الفكرتين المتناقضتين وأنا أظن أن الهجرة هنا تكون ضرورة من الضرورات مقمول جدا أنا أريد أن أقول أيضا أنه من الملامح المهمة في السيرة النبوية أنه كل هجرة كانت لها بركاتها وسمارها وفويدا هجرة الحبشة أشار إلها الشيخ محمد هجرة النبي إلى الطائف اللي مر من المرات واحد من الدعاء قال كانت محاولة فاشلة أو تجربة فاشلة بس هي لماذا يسموها هجرة هو محاولة هجرة هي هجرة وخرج مهاجرة كان ممكن لو تقبلوا يبقى عندهم هو خرج أصلا لذلك حتى لما حاول الرجوع ماذا قال له زيد بن حارثة كيف ترجع إليهم وقد أخرجوك أيوة هو أصلا خروجه إلى الطائف كان بمثابة إخراج وأبو جهل كان قد جمع الأمر يعني كانت بديلا كانت بديلا أشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم في تقدير الشخصي درس هذه التجربة دراسة عميقة جدا وخرج منها بنتائج واحد إنه لا يصح أن تذهب إلى قوم لتعرض نفسك عليهم في بلادهم اثنين إنه لا يصح أن تذهب إلى قوم قبل أن يكون الإسلام مفاشيا فيه ثلاثة إنه لا يصح أن تكون أنت أول المهاجرين إلى هذا البلد إنما تهاجر بعد أن يهاجر أصحابك ويكون لك ولدينك وجود وحضور قوي متمكن في هذا البلد أنا شك أنها أرسط في القواعد التي تبعها فيما بعد بالضبط لذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن الهجرة التالية راع كل هذه الاعتبارات في مهاجره الجديد وبالمناسبة لم تكن يسرب خيارا وحيدا بل إن دوسا عرضت عليه الهجرة وجاء بذلك طفيل بن دوس وبعض قبائل يمن تلت قبائل يمنية سلاسة قبائل أرسلت إلى رسول الله تعرض عليه الهجرة لكنه وازن بين هذه كلها فرأى أن يثرب هي الأولى ثم جاءه الوحي قال أريت دار هجرتكم صحيح أرضا ذات نخل بين الأجتين لكن كان قرار الهجرة قديم قرار الهجرة قديم وكان هو بعد أن يأس إن صح التعبير لا نقول اليأس فاليأس ليس من صفات الأنبياء بعدما رأى أنه مكة حاليا غير متقبلة لفكرة الدعوة قرار الهجرة التخذ بعد السنة العاشرة بدأ يبحث فكانت الحبشة عبارة عن محاولة لدراسة الأرض هناك ولها هدف آخر وهو تحييد الحبشة من الصراع لأن الحبشة تاريخيا في الجهة إمبراطورية ثقيلة جدا إمبراطورية ثقيلة وكان لها أدوار حتى أنهم دعموا اليمن سابقا في محاولة هدم الكعبة الحبشة كانت تحتل اليمن وتحكمها حتى قبيل البعصة وشاء الله سبحانه وتعالى من مماهدات القدر لبعثات النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقط الاحتلال الحبشي لليمن قبل بعثته بحركة سيف بن ذيازن ومساعدة الديلم الذين كانوا على حكم اليمن حين بعث والديلم لم يكنهم الفرس بتعصبهم بل كانوا على خصومة مع الفرس وأصلا قصة فات تحرير اليمن من الحبشة أنه سيف بن ذيازن لما ذهب إلى كسرى الفرس رفضه كسرى ونبذه وألح عليه قصة طويلة وكل مرة يطرده حتى مرة من المرات وزير لكسرى قال له يا أخي عندك ثمانمائة من فرسان الديلم في سجونك وقد أمضيت فيهم أمرك أن تقتله فلو رأيت أن ترسلهم مع هذا الرجل فإن انتصروا كان النصر لك وكانت الغلبة لك على الروم وإن قتلوا جميعا تخلص منهم تخلصت منهم ما جراش حاجة فأرسل هؤلاء الفرسان مع العرب ففتحوا اليمن وحرروها من الحبشة ومن ثم أزيل خطر داهم كان على رأس المدينة هو أبرهة كان حاكم الحبش على اليمن لأن مكة كانت محل تنازع لنفوذ القوى الكبرى الفارسية والبيزنطية أبرحوا لفائهم سواء اليمن واليهود الذين أيضا تحكموا فيها أو الحبشة والحبشة كانت نصرانية وترى مرمى حجر أن مكة هي مركز ديني لغير دينها وبالتالي كانت عينها يعني أصلا ذهاب أبرهة إلى مكة أعطى رسالة أن الحبشة عينها على مكة تريد السيطرة على الجزيرة كلنا تريد السيطرة على الجزيرة العربية ولا يمكنها السيطرة على الجزيرة العربية إلا من خلال السيطرة على مكة وها كان له أيضا أبعاد اقتصادية تعرفون خط الحرير وخط الحجاز وغير ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل سادة القوم كما ذكر الشيخ الآن سادة القوم إلى الحبشة ليس هربا فقط بل لتحييد هذه المنطقة عن الصراع المستقبلي وبالفعل نجح يعني في جملة من المصالح الطائف كانت بحك عن فضاء جديد سياسي يحتضن الدعوة ويناصرها وغير ذلك في حاجة ثانية مهمة حصلت في تلك الفترة بعد عودته من الطائف وهي الإسراء صحيح الإسراء والمعرج أنا أتصور أن الإسراء كان إيذانا بفتح الأفق العالمي أمام الدعوة صحيح صحيح يعني عمليا كان أمام أفق الحبشة الإسراء إلى القدس وهو أفق بلاد الشام كان الطائف هي بشارة هو بشارة انطلاق هذا الدين فأصلا نقطة التحول إذا في السيرة النبوية عندنا دائما في حركة التاريخ عندنا مواقف مفصلية اللي بيكون فيها تحول حقيقي المفصل اللي كان فيه تحول حقيقي من حالة سابقة إلى حالة لاحقة هو الإسراء ما بعد الإسراء ليس كما قبلها أنا أريد أن أقول أيضا من ترتبات القدر الرحيمة برسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أنه حصل تغيير في الحبشة وصار النجاشي على رأس الحكم فيه من قوماته الشخصية وإنه سقط هذا اللي بنسميه تغير ميزان القوة صحيح عشان لكي تمكن في مكان ما لابد من أن يتاح لك تغيير في ميزان القوة الإقليمي والدولي صحيح وأن يكون الديلم على رأس الحكم في اليمن وهؤلاء صرعان ما أسلموا وكان حاكم اليمن بازان الديلمي في وقع مشهورة لما النبي أرسل الكتب إلى الملوك ووصل كتابه إلى كسر أنو شروان وقرأ مقدمة الكتاب من محمد عبد الله ورسوله إلى كسر أنو شروان أسلم ما كملش الرسالة قام ومزق الرسالة وأمر أن يقتل الرسول وقال يجرؤ عبد من أعبودي أن يكتب اسمه قبل اسمه وأرسل إلى وليه على اليمن بازان الديلمي وأمر بازان أن يرسل فارسين من عنده إلى يثرب إلى ذلك الرجل العربي الذي يزعم أنه نبي فيكبلانه بقيود الحديد ويحملانه إلى بلاط كسر ليرى فيه رأيه ويقوله كده اتنين فرسان مش ثلاثة العنجهية والجبروت يعني هذا هو السياسة التعامل مع المنطقة العربية صحيح ليست على الخريطة والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في المدينة ويقولون يا رسول الله رجلاني من الديلم إن حكام اليمن يسألاني عنك ويدخلانهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تريدان؟ فيقول لنكم معنا ماذا تريدان؟ نكبلك بهذه السلاسل ونحبلك إلى بلاط كسر قالوا له ذلك نعم فقال لهما صلى الله عليه وسلم بيت هذه الليلة فإذا أصبح الناس فأتياني فبات وجاءه في الصباح فقال اذهبا فقد قتل صاحبكم الليلة قتله ولده اذهبا إلى سيدكما وقولا له إن ربي قتل ربك الليلة نعم يا الله قولوا لبازان إنه كسر أنه شروان قتل وأن الذي قتله ولده شروي قال يا رجل انظر ماذا تقول قالوا ما قلت لكم فعاد إلى بازان فقال هذا الرجل إن صح ما قال هذا الرجل فوان به فلا أغدون إليه ولا يتابعنه على دين وإن كذب فلا أنفذن فيه أمر كسر فوجد الخبر صادق 14 يوم بالعدد وجاءه الرسول من بلاد الفرس أن كسر قد مات ليلة كذل التي كانوا فيها عند رسول الله الشاهد هذا مماهد من مماهدات القدر المماهد الثالث أي من المعجزات أي والله ما وقع في يسرب ذاتها قبل ذلك تمهيدا لبعثة النبي صعصان ذلك أن عبد المطلب كانت أمه يسربيا بني النجار السيدة سلمة بن طعبر وعبد المطلب ربي في يسرب ولم يكن اسمه عبد المطلب كان اسمه شيبة حتى عير الناس بني هاشم بولدهم الذي يربى عند أخواله شيبة الذي ترتمه عند أخواله بني النجار صحيح عير حتى عمه المطلب فأتى به وقد شاب يقال كان عمره 12 سنة وعشر سنة فصار اسمه عبد المطلب فسمه عبد المطلب وعبد المطلب يورث عن أبيه هاشم السقايا والوفادة والرفادة فلما شاب طلب ميرس أبيه فنازعه فيه عمه نوفل وانحازت كل بطن قريش لنوفل باعتبار أنه الأكبر سنة وجحدوا عبد المطلب ميرسه فغدا إلى أخواله بني النجار فاستعانوا معهم حلفائهم خزاعة وجاءت خزاعة والنجار إلى مكة ومكنت عبد المطلب بالقوة من حقه في البيت لذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى يسرب ليس مجهولا فيه وليس هذا حدثا جديدا ولا غريبا وكان يريد أن ينزل على أخواله بني النجار في المدينة فنزل هناك وعندما في بيت أبي أيوب هذا التاريخ حاضر كانت تأتي البنيات يتحلقنا حوله نحن بنات من بني النجار صحيح محمد من جمال لكن هذه الأحداث هي صحيح هي قدرية وكانت في صالحه لكن يجب أن لا نغفر عنصر مهم وهو حسن قراءة الأحداث وحسن دراسة المنطقة وعند النبي عليه الصلاة والسلام مهد البيئة الحاضنة تمهيدا تاما قبل أن يأتي لذلك أرسل وذلك عن طريق مصعب بن عمير مصعب بن عمير كان يستخدم أسلوب مخاطبة المفاصل المؤثرة فخاطب أسيد بن حضير سيد الخزرج وأسلم على يديه وأسعد بن زرارة ثم خاطب سعد بن معاز الذي أصلا ذهب إليه متشتما قال لا يجد هذا من ينهى فوقف عليه متشتما فنور إليه مصعب يعني رجل جاي يشتم قال له اجلس واسمع فإن أعجبك قبلت وإن كرهت كففنا عنك لك وعد أن نكف عنك فقال سعد قد أنصفت هذا كلام العقلاء قال فركز حربته فبدأ مصعب يتحدث يقول سيد بن حضير فوالله لقد عرفنا الإسلام في وجه سعد قبل أن يسلم من تهلله وإشراقه يا سلام فقال ماذا تفعلون لتدخلوا في الدين قال اغتسل وانطق الشهادتين فنطق الشهادتين العجيب أن سعد رضي الله عنه وأرضاه كان عمره 31 سنة فقط وكان سيد قومه سيدة الأوس سيدة بني عبد الأشهل من الأوس فذهب إلى قال اجمعوا لي بني عبد الأشهل فلما جمعوهم له قال يا بني عبد الأشهل ما ترون سعدا فيكم قالوا سيدنا وأعقلنا وأوصلنا وأفضلنا قال فكلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تقولوا لا إله إلا الله فما بات أحد من بني عبد الأشهل ليلتها إلا مسلمان الله تخيل قبيلة كاملة إلا أصيرهم أسلم يوما أحد تخيل أن قبيلة كاملة تأتي يوم القيامة في موازين سعد رضي الله عنه وارضا الفكرة أن سعد وسيد بن حضير وأسعد بن زرارة ومجموعة من الصحب الكرام جاءوا فنشروا الإسلام في بيوتها إضافة لنقطة مهمة كانت محفزا لأهل المدينة على الإسلام هو أن قبائل اليهود التي كانت في المدينة وعلى أطراف المدينة بن قريضة وبن قين قاع بن النظير ماذا كانوا يقولون للعرب أنا أوان نبي هذا وقت ظهوري نبي قد بان نجمه لنتبعنه ولنقتلنكم قتل عاد وإيرام فكانوا يهددونهم أنهم سيقتلونهم وكأنهم كانوا يبشرونهم فكان محفز فهذا العرب لما عرفوا أن النبي منهم سارعوا إليه يعني اليهود كانت تنتظر قدوم نبي ونتيجة الاحتكاك مع سكان المدينة انتشر هذا الخبر أنه يوجد نبي وبالتالي قدوم نبي ليس خبر غريب عندهم كما كان في مكة ليس خبر غريب بل قبائل اليهود هذه الثلاث هي أصلا جاءت من بلاد الشام تنتظر النبي نعم خصيصا جاءوا إلى يثرب وأقاموا فيها ولكن كانوا يعتقدون أنه منهم صحيح فلما أتى من غيرهم ما تقبلوه ثم أيضا المدينة في تلك المرحلة وهو عنصر مهم كانت تفتقر إلى قيادة سياسية كانت تعاني من حالة شغور في السلطة تعرفون الأوس والخزرج كانت في صراع كبير لسنوات ما إن هدأت الحرب لم يتم تركيب قيادة سياسية فاتفقوا على كبير المنافق ابن سلول لاحقا على أن يتوج ملكا على الجميع فحالة الشغور أتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يصطدم برأس المدينة لا يوجد لها رأس خلاف باقي الممالك الحبشة لها رأس الطائف لها رأس وغير ذلك وبالتالي يوجد حالة شغور وبالتالي أظن اختيار التوقيت الهجرة إلى المدينة والمكان كان توقيتا مدروس حتى أنه استفاد من الطائف فلم يذهب هو أولا بل عمل البيعتين بيعة العقبة الأولى وبيعة الثانية حتى تأكد أنه استتب الأمر حتى لا يذهب مباشرة رأسا ويرجع كما حصل له في الطائف فيوجد استراتيجيا يعني هو رسوله صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب عمل جهده والله سبحانه وتعالى أراد لهذه الدعوة أن تنتصر ولهذا الدين أن يتمكن فغير مقاييس كل المعادلات كل الموازين تغيرت لصالح هذه الدعوة وكانت الهجرة هي البداية ولم تكن النهاية كانت بداية المشروع وبداية الدعوة وبداية الدولة ليس الدعوة وبداية الدولة إن صح التعليم فكانت البداية ولم تكن النهاية الهجرة والنبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا ميزانا أن الهجرة تكون إلى حيث تستطيع أن تقيم دينك عندما جاء إلي فديك وقال يا رسول الله إني أسلمت وأقمت في قومي وإن الناس يقولون لا يقبل الله منك الإسلام حتى تهاجر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا فديك أقم الصلاة وأدي الزكاة وهجر السوء ثم أقم من أرض قومك حيث شيء هذا تمكين في معيار موضوعي يا فديك ليست العبرة أن تقيم في يسرب ولا في مكة ولا في الطائف ولا في ديار قومك العبرة أن تقيم الدين والمناخ الذي تقيم فيه فإذا كنت تقيم الدين في أرض قومك ابق فيها كما شئت ولا يلزمك أن تهاجر وهو القائل صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد وني أي لا هجرة واجبة شرعا على المسلم كما كانت واجبة قبل الفتح قبل فتح مكة كان واجبا على كل مسلم أن يهاجر إلى المدين وأن لا يبقى بعيدا عن رسول الله وذلك لتشكيل الدولة النواهي التي تقوم بالمو لكن بعد فتح مكة إن داح الإسلام في الأرض وانسح شرقا وغربا ومن ثم سقط أو نسخ حكم وجوب الهجرة بفتح مكة فصار على المسلمين واجب أن يعمروا الأرض بالإيمان وأن يزهبوا إلى كل أنحائها وأقطارها وينشروا فيها نور الله ودينا يعني هي الهجرة في زمننا هذا وإن كانت تأتي في ظروف مأساوية إلا أن الأجيال القادمة ستكتشف أنها لحكمة عظيمة أولئك المسلمون الذين ينتشرون في الأرض في طائفة منهم ستكون جادة في نشر الدعوة في تمكين للدين حيث وجدوا وربما أيضا في نصة قضاياهم في أوطانهم لن يتوقفوا عن ذلك المهاجر ليس رجلا منكسرا ولا منهزما نفسيا ولا ينبغي له أن يركن إلى ذكريات الوطن والحنين إلى الوطن فيجترها كما يفعل بعض الناس وإنما المهاجر صاحب رسالة على أن لا تعطله لا ضير في الحنين إلى الوطن لا يكون هذا هو جوهر أو لا تكون سلبية أن لا يكون حنينا سلبيا عليه يقعده عن العمل عليه أن يعلم أنه صاحب رسالة وأن عليه أن ينشئ الحياة وأن يقيم الفعل الحضاري الرشيد الذي يقوم به الحق والذي ينتصر به الحق ويمكن به الدين في الأرض وأن تكون هجرته لله ورسوله خذ مثال الفلسطينيين الفلسطينيون هجروا في الأرض من أستراليا إلى أمريكا الشمالية ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا